اشتركوا في القناة اقسمت قسم الانضمام الى المحامل منذ هذا اليوم الذي مضى عليه واحد والستون عام لا انساه رغم كل الاحداث التي مرت بي ومررت بها لا انسى يوم اقسمت هذا اليمين لماذا؟ لانه يوم فارق في حياته وسوف يكون اليوم يوما فارقا في حياتكم وحياتكم انتم الى ان تقسموا اليمين خريقوا كلية حقوق بعد القسم ستصير محامين ومحاميات وشتان بين الصفتين وبين المركزين المحامي فارس ولم اقول المحامي يبقى المحامي والمحامية فارس يمتطي مش صحوة جواد يمتطي سطوة العلم والمعرفة والخبرة والاخلاص والفناء في سبيل القيام برسالته منذ يتقبل الوكالة ينام الموكل ولا ينام المحامي ليه لانه قد احتضن هذه الوكالة من اللحظة التي قبلها فيها وصار واجبا عليه ان يعد نفسه اعدادا كاملا للقيام به بيد ان هذا الاعداد الواجب الضروري اللازم لا ينحصر فيه كل ما يجب على المحامي والمحامية الالمام به قبل قبول الوكالة كيف يعد المحامي وتعد المحامية نفسه ونفسها للاطلاع بهذه الرسالة الانتطاع الصحوة صحوة صحوة الجواد لا صحوة العلم والمعرفة والخبرة لا يتأتى الا لمن يبذل في سبيل الوصول اليها تحركه اشواقه الى المعرفة ورغبته في ان يتسيد الميدان الذي سوف يدخل فيه الموظف المستخدم ينتظر الترقية وينتظر العلاوة وينتظر بدل السفر ولكن المحامي لا ينتظر الا حصاد عمله ان وفق فسيكون في اعلى عليين وان اغفق فقد خرجت او خرجت من نطاق المحاميه ورحاب المحاميه ومن هنا ما كان حتى تخرجنا شيء وما يجب وينبغي ان يكون منذ اليوم شيء اخر ليه الموظف والمستخدم والعامل يغرد انغرد داخل السرب في الطبور ولكن المحامي طائر يغرد خارج السرب لماذا هو يغرد خارج السرب لانه كما قيل لكم الان يمثل امام محكمة قرأت اوراقها وربما اسبق منه تخرجا واكبر سنا واوساع خبرة وهو مطالب او مطالبة حتى لا يكون الاداء اداءا شكليا بان يهز ما عساه يكون قد ترسخ في فكر او عقيدة المحكمة ضد مصلحة الموكل الذي ينهض بالدفاع عنه كيف يستطيع ان يحرك هذا اذا هو لا مجال له الا اذا كان بالفعل طائر خارج السرب لديه من المعرفة ومن العمق ومن العلم ومن الخبرة ومن البيان ومن علم النفس ما يستطيع به ان يصل الى وجدان قاضي الحصاد 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 سمرت حاجات كتيرة جدا اوعوا تنسوا اللي حقوله لكم لا تتركوا ورقة ورقة تعبروا حياتكم دون ان تتأملوا فيها مش تقرؤوها بس وتتأملوا فيها هناك فارق بين من يقرأ ويردد تراءة وترديد الببغاء ومن يقرأ ويتأمل حينما نزلت الآيات التي امرت المؤمنين بان يتفكروا في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقين عذب النار يومها قال صفي السماء عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر ويل لمن قرأها ولم يتفكر انت تزداد وانت تزدادين علما ومعرفة ليس فقط بمجرد القراءة فهي أداة للوصول إلى إعمال الفكر لذلك أصاب الأستاذ العقاد إصابة في محلها يوم أن كتب رائعته كتاب التفكير فريضة إسلامية لن يتأتى لك التفكير إلا إذا كنت صاحب عقل نعم وإلا إذا كنت قاصدا لأن تستخدم هذا العقل في أن تفسر ما تقرأ وأن ترى ما وراء السطور وأن تستخلص حكمته ومغزاه يبقى الورقة في قضية مذكرة خصم في كتاب في مجموعة قوانين كلها يجب أن تكون عدة للمحامي وللمحامية ما يمارسه ويعايشه في سرايات النيابات أو في أروقة المحاكم باب هائل للخبرة يحصلها ممن يجيل ويحصلها أيضا بمفهوم المخالفة ممن يخطئ عارفين يعني مفهوم المخالفة يعني تشوفوا الحاجة الغلط تقول للحاجة دي أنا ما أعملهاش ودعوني أقول لكم أننا قد نتعلم من الخطأ بأكثر ربما ما قد نتعلمه من الصواب لأن الخطأ بيعلم يعني يخط يحفر يحفر الكل يستهجنه تقاليد المهنة باب باب يتعين على المحام والمحامية الإلمام به حتى الثمالة هتطلعوا تشوفوا الدنيا لم تعد الدنيا التي إحنا عرفناها في القسم اللي هنقسمه هتلاقوا فيه قسم بالمحافظة على سر المهنة هتلاقي زملاء محامين وقد يكونوا كباراً في الأسماء يتاجروا بأسرار وقضايا موكليهم وهذا فضلاً عن كونه محظور بحكم القانون ومحظور بحكم قانون المحامة بالإضافة إلى الحظر الوارد في قانون العقوبات لأنه محظور على تقاليد وفروسية المحامات لا يجوز للمحامي أو المحامية أن يتحدث في شأن موكلة حتى وإن رفض الوكالة لا يتاجر بها لأن الذي قصده قصده ليدعه سره فإذا معتظر عن قبول الوكالة لا يتاجر بأنه قد رفضها وحترون أسماء بتتاجر بأنها رفضت وكالة وربما كانت المتاجرة على غير ما أساس على الإطلاق شفنا ناس بتدعي أنها اعتذرت ورفضت الدفاع عن رئيس الجمهورية الأسبق أو عن فلان أو عن فلان ويعلم العارفون أن هذا كذب وأن أحداً من هذه الأسماء لم يلجأ إليه ولكنها الرغبة ومحبة الزهور والاستعراض والركوب على رقاب الناس هتجدوا بعض المحامين وربما كبار اختلف وموكله أو موكلته فيستبيح لنفسه أن يخرج الأسرار التي أودعت لديه هذا ضد الأخلاق وضد القيام وضد القانون حتلاقوا حاجات كثيرة مش صحة حتلاقوا المسئولية التي علمنا القرآن الكريم أنها شخصية وقال لنا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل أمرهم بما كسب رهين عن عالم الخطأ وأن يقبل بالأحضان وبالإخلاص على عالم الصواب والسداد ومبادئ فروسية المحاماة هناك من يدخل الحياة ويخرج منها كما دخله لا أضاف لنفسه شيئا ولا ترك للحياة شيئا وقد قال بعض الحكماء من المحامين إلى بعض القضاء في مجال عرض ما يقدمون إذا ما نوئه إن القاضي لا يأخذ شيئا من المنصة وإنما عساه أن يضيف إليها أشياء لم تأخذ شيئا من المحامات إلا رضاء أنفسكم عن أنفسكم ورضاء أنفسكم عن أنكم عملتم الرسالة بأمانة وأديتموها بإخلاص وكفاءة وأمانة وأنكم تتركون للأجيال التي من بعدكم تراثاً يرجعون إليك كلام ده لازم تعرف أنه مش إنشة بدليل نحن حينما نستعرم تاريخ المحاماة بتبز أمامنا قامات وهناك قامات قامات إن صدق التعبير قواها النسيان وانطمرت وانطمر ذكرها أما حتخشوا في الحقلة حتسمعوا عن عبدالعزيز بشفاء ثاني نقيب للمحامين ورئيس مجلس الشيوخ والرئيس الثاني لحزب الأحرار للسوريين وأحد أبطال ثورة 19 وعضو مجمع اللغة العربية والمحامي العظيم والقاضي العظيم ثبت في التاريخ لا يمكن لمن يذكر التاريخ المحاماة أن يسقط منه ذكره عبدالعزيز باشا فهمه مع أنه فارق دنيانا من نحو ثمانين عام هتسمعوا عن مصطفى مرعي فارس المحاماة صاحب الصولات والجولات هتسمعوا عن محمد عبدالله محمد الفيلسوف المفكر صاحب الباع الكبير في كل علم ومعرفة وفي كل فروع القانون الذي كان يجيد الفرنسية والإيطالية والإنجليزية كما يجيد العربية والذي كتب فيما كتبه درته الخالدة جرائم النشر سطى عليها كل من كتبه في جرائم النشر ولكن باقي محمد عبدالله علما في تاريخنا الفكر وفي تاريخ المحاماة لا أحب أن أستطر حتى لا يضيع من أو يهرم من الوقت لما ستشاهدون أن هناك من دخلوا ساحة التاريخ وهناك من آبوا إلى مزبلة التاريخ محمد عبدالله محمد أنا كنت في سنة في أبريل سبعة وسبعين حاضر أمام محكمة جنايات القاهرة في مبنى مبنى محكمة جنوب القاهرة وكان رئيس الدائرة المستشار صلاح عبد المجيد ومعاهد عضوين حاجة أباة وشفت قضية قضية رشوة مع تزوير يترافع فيها عصام الدين حسونة وزير العدل السادق وكان مفوها ولغته أو ولغته منضبطة هو بالمقيس التي نعرفها قد أجاد ولكن هناك من نام منه من أعضاء المحكمة لأنه الرتابة ترسخت فيما يقول ما نغمش ما صحصحش الناس ففيه لأنه الاستماع قد يكون أصعب من القول بعد كده قام رجل ربع كده وشعره شايف وأصلح يعني أنا ما شفتوش قبل كده وراحلت بخفة ظل كده قال للمحكمة أنا بعد الكلام الفخيم ده ما فيش حاجة تتقالي هو طبعا غلط عصام حسونة أنه قدم نفسه عليه لأنه أستاذ أسن سيته ودي تقاليد إنما الرجل يوصل ديه بآدم بعد الكلام الفخيم ده ما فيش كلام يتقال بس أنا رجل عجوز لازم أقولي كلمتين شوفوا بقى بخفة الظل وصل للرسالة ولقيت المحكمة صحصحت كده وأقبلت عليه قال لهم أنا مش هاخد من وقتكو إلا سبع دقائق بس يعملوه كده وبدأ يتكلم مالتزمش بقى بالمنصة بقى يتقدم ويرجع ويجي وراء ويقطع ويمسل به صحصحت دنيا صحصحت دنيا وآخر المرافعة بص في الساعة اللي المحكمة بقى بصحصحة حالو خارج قال لهم أنا سرقت تلت دقائق طلبتي كذا سألت من ده هذاоны ده محمد عبد الله محمد ده محمد عبد الله محمد أنا بس معلم نبوي وأبوي رغم أنه أسبق منه تخرجا بخمس سنوات كان يذكر محمد عبد الله كأحد أفذاذ وعباقرة المحاما أرغوا أن تكونوا من عباقرة المحاما نحن في اليمين يعني ننهد وقوفا إذا سمحتم أنا بقى عاوز أسمع اليمين كده بيرج قاعة بيرج القاعة بسم الله الرحمن الرحيم وأقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحامات بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر المهنة وعلى تقاليدها وأن أحترم الدستورة والقانون ألف مبروك بسم الله الرحمن الرحيم سترون في القسم الذي سوف نقسم به معا أن أحد المبادئ التي نقسم على احترامها في أدائنا لرسالة المحامات هي الأمانة لما كانت الأمانة لأن المحامات أمانة وهي حاملة لأمانة وهي مؤدية لأمانة هذه الأمانة التي قال القرآن المجيد إن الله سبحانه وتعالى قد عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان هذه الأمانة هذه الأمانة هي التي قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لحبيبه أبي الذر الغفاري إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها لا مراءة في أن الأمانة لها دستور ولها قواعد ولها مبادئ ولها غايات دليلنا فيها إيه؟ الدليل بتاعنا فيها إيه؟ تأملت طويلا في حديث النبوي فرأيت أنه قد أعطانا البصلة لهذه الأمانة قال لنا فيما روي عنه بإسناده الخير ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك يبقى أنت قادر بصلة بصلة قلبية ليس بساعة ليلة مرد أنا قلبي دليلي لا ده حسب الحديث قلبك هو دليلك إلى الخير والشر إلى الأمانة والخيانة سوف تعرف بقلبك ماذا عليك أن تؤديه ليه؟ لأنك حامل أمانة ومؤد أمانة وقائم بعبء أمانة من أثيرات العباس العقاد قول إنني أحرص على احترامي لنفسي قبل أن أحرص على احترامي الغير لي لأن الناس قد تخدع فيه وأنا أعلم بداخلي أنني لست أهلا لانخداع الناس فيه وقد تعطيني الناس ظهورها ولكني أعلم علم اليقين أنني على الصواب والحق وأن الكارث للحق هو الذي يفعل ذلك لذلك كان من أثيراته الأخرى إذا أحبك الناس مخدعين فلا تفرع ما هم مخدعين هتفرع عليها وإذا كرهك الناس مخدعين فلا تحرع هتحزن ليه؟ ما هم مخدعين بعض الكراهات خير لك من بعض المحبات الله أكبر بعض الكراهات خير لك بعض المحبات طول رحلتكم في المحامات هتقابلكم مواقف أنتوا فيها الحكم مع أنفسكم الجديد بالإحترام يحبه ربه يحبه ربه فيأمر جبريل بأن يناديه أهل الأرض وأهل السماء بأن الله يحبه فيحبه ويوضع له القبول في الأرض لا يحبه لا يحبه لا يحبه هتلاقوا شيئاً كثيراً غلطاً كثيراً جداً هتقابلكم بين الزملاء وفي المحاكم وفي النيابات وفي أقسام الشدة في حاجة في قبضتك في إيدك في ضميرك أمنتك وإخلاصك وشرفك عضوا عليها بالنواجز هي سلاحكم وهي أمانكم في حمل الأمانة التي تحملون هذه الأمانة هي التي دعت السيد المسيح عليه السلام حينما أتي إليه بمريم المجدلية وريمة من اليهود رجمها أنسى لهم من كان منكم بلا خطيئة فليتقدموا ليرمها بحاجة فانصرفوا جميعاً هنا السيد المسيح عليه السلام قام بمهمة المحامات الذي كان من أهل عزيز مصر أو من أهل زوجة عزيز مصر حينما راودته راودت يوسف عن نفسها وتمزك وتمزك تمزك قميصه وفجأها زوجها في الحال فلم تجد أمامها إلا أن ترمي بالتهمة على يوسف هي تدعي وهو ينكر وينفي لأنه بريء فقيد له محام من أهلها من أهل العين من أهل المحامات فطن وذكي وصاحب حبه قال له انظر فإن كان قميصه قد قد من قبل فقد صدقت وهو من الكاذبين وإذا كان قميصه قد قد من دبر فقد كذبت وهو من الصادقين شوفوا المنطقة وكيف يحلل الدليل المادي ليستخفص منه البرهان العقلي وهو الإنسان إذا كان بيعتدي حيدفع فحيأت التمزيق من قبل وإذا كان بيفر بنفسه عن من تراوده عن نفسها حبء التمزيق وهي تشده إليها من دبر في مواقف كثيرة لسيدة محمد عليه الصلاة والسلام حمى فيها عن الناس هناك موقف لا أنساه لعمر بن الخطاب عليه الردوان اتهم أمامه المغيرة من شعبة وهو أحد كبار الصحابة بأنه قد وقع على امرأة جزن وطبقا للنصاب الذي فرضه القرآن لحكمة يعلمها الله وتحدث بها إلينا المصطفى عليه الصلاة والسلام قال لنا فيها إنني صاب الشهادة قد جعل طالبا للساتر الله أكبر طالبا للساتر أن تسر إنسانا هذه منقبة وهذه شميلة من شمائل الإسلام والخلق الكريم اتهم وأتي بالشاهد الأول فالثاني فالثالث فأياده الواقعة وعمر الذي كان شديدا في الحق دخل عليه الشاهد الرابع وكان هو زياد بن أبي الذي نسل بعد ذلك إلى أبي سفيان بإقرار معاوية ابن أبي سفيان فقال له عمر وهو يدخل عليه أرى رجلا على سمته أن الله سينقذ به أحدا من المسلمين فتلقل في الشهادة فقدر البراءة خذوا الموقف كيف كان المصطفى عليه الصلاة والسلام بالذاته محاميا فرغ من الصلاة فأتى إليه رجل يقود له يا رسول الله لقد زنيت فأشح عنه بوجه فلفلوا وقال له يا رسول الله لقد زنيت فأشح عنه للمرة الثانية فلفلوا وقال له يا رسول الله لقد زنيت قال له الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يتلقف اعترافا على عكس ما نرى اليوم قال له لعلك قبلت قال له لا لقد زنيت لعلك لعلك مش عاوز أقول الألفاظ والرجل مصمم على أنه قد زني فقال له عليه الصلاة والسلام أبيك مس وهو ده واحد جاي بقول موتني يقيم علي الحاج قال له لا قال له أشرفت مسكرا بيشوف له ما أخر قال له لا لم يكتف المصطفى عليه الصلاة والسلام المحام بهذا الإنكار لأنه إن كان به مس فإجابته غير معدودة وإن كان قد سكره فهو لا يدر ما يقول فالتفت إلى من حوله أو من حوله وسأله أبيه مس قالوا لا أعتاد أن يشرب مسكرا أن يشرب مسكرا قالوا لا فأمر أن يقام عليه الحاج وإذ هو عليه الصلاة والسلام خد خرج من المسجد ليذهب إلى داره المتصل بالمسجد كان هو معروف حتى طار إليه أحد المسلمين وقال له إن الرجل وهم ينفذون عليه الحد طلب أن يلقاه طلب أن يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم اعتبروا أن هذا من باب اللجاجة فلم يقبلوا طلبه ومضوا في تنفيذ الحد فما أن كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن قال لهم هلا أتيتم به لعله قد عدم هذه هي هوحد ومبادئ وأحكام الإسلام وهذه هي مبادئ وفروسية المعهمات أينما ولينا في تراثنا الديني والمعرفي والثقافي والتريقي سنجد أن القضايا الكبرى حملها المحامون وإن اختلفت المسميات ستجدون من قبل ثورة 1919 إلى ما بعد 52 بسنوات أن المحامين والحقوقيين بعام هم فرسان الحياة الوطنية والسياسية والنيابية والفكرية والثقافية والأدبية في مصر ومن يقير له أن يقرأ كتابه لسالة المحاما سوف يجد أنه بعد النصف الأول الذي خصصته لمبادئ وفنون المحاما الباب الثاني أو القسم الثاني الرئيسي عن أمجاد المحاما والمحامين لما ذكرت هذا أردت من المحامي والمحامين أولا أن يتسلح كل منهم بمبادئ وفنون الأداء والقيام برسالة المحاما ثم أردت أن أبث فيهم العزم والشحنة والقوة النابعة من الإيمان بعظمة أمجاد المحاما وعظمة أمجاد المحامين كل منكم محاميا كان أو محاميا أمامه بعد دقائق صفحة حياته أو حياته القادمة هو الذي سوف يسطرها والخيار له أن يدخل بها في صفحات التاريخ أو أن يودي بها والعياذ لله إلى مزبلة التاريخ نحن نعاني الآن من نحر ومن تصرفات ومسالك سلبية دخلت إلينا ونحن نسعى وكل الشرفاء والمخلصون لاستنقاذ المحاما مما داخلها بغير حق والنهوض بها وبالمحامين إلى ما يجب أن نكون وأن تكون عليه المحاما دعوني أقول لكم إنكم الأمل والرجاء أنتم جميعا أصحاب قلوب خضراء لا فواتير ولا مصالح ولا أغراض ولا مآل أمام كل أو أمام كل منكم صفحة حياته التي سوف يسطرها أتمنى على الله أن تسطروها بما نحب وبما تحبه لكم المحاما أستأذنكم في أن نؤدي اليمين وقوفا أنا أعاوز القاعة كده تهتز بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاما بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر المهنة وعلى تقاليدها وأن أحترم الدستورة والقانون صادق التهاني لكم اشتركوا في القناة